فعلاً يسحق إنهم يكونوا موجودين كابتن حشيش عايزك تقايمني إسلام عبدالله إبراهيم عبد الحكيم أجاده بشكل كبير لكن وإحنا بنتفرج على المباراة كان في حالة يعني هم جاهزوها دلوقتي هيعرضوها كان ليك ملاحظة وده النهاردة يعني برضو يعني عايز تدي رسالة ليهم أو تديهم ملاحظة بسيطة علشان خلال المباراة اللي جاية تمام هو فيه جاهز الحالة يا شباب حالة اللي طالبها الكابتن محمد حشيش توا معايا طيب خليكوا معايا ماشي هيجهزوها حالة دلوقتي كابتن حشيش هو يمكن هم حالتين وكم يعني ورا بعض دي الحالة كابتن مينفعش المساك إن أنا أسيب الكرة الطب كويس لازم ألعبها وهي في الهوى لأنها لما بالطب أنا بابتدي ألف عشان أروح ناحية جوني وش الجوني بيبقى المهاجم بص المهاجم بيبقى جايب بسرعته أنا مهما كنت سريع على بالما بلف أيوة بتبقى فرصة المهاجم إنه يدايقن فيها ويحصل عليها أكتر مني زي كرة اللي فاتت دي أو المطبط المهاجم وصل قبل المساك بتاعنا وراحت يعني بص هنشوف تاني هنشوفها تاني بص المفروض ألعبها وهي كده في الهوى وهي فوق بص بقى هو المهاجم رايح بقشه والتاني هو على البال ما بيلف فلازم يبقى هو أسرع بص بتبقى صعبة بقى عليك الحالة التانية ده بالنسبة لإسلام عبدالله الحالة التانية هتوالنا يا شباب برضو الحالة التانية نفس القصة يمكن كانت قابلها برضو برضو حرس المرمى وبردو إيده وردله طويلة هي ناقنا شكلها بالظبط نفس القصة برضو نقطت خلاص المهاجم ده هي أني معاه بص عملت مشكلة عملت مشكلة درس خصوصي من الكابتر الحشيش الإسلام عبدالله وبرده عبدالحكيم والمدفعين يعني دي النهاردة علشان بقى المباراة اللي جاية لا تحتمل الأخطاء يبقى فيه أفضل وأفضل لنت النهاردة أجدته بمشاكل كبير جدا سهل أقا ولعبها كده سهل أقا ولعبها كده وانهي هنا ما لفش واسبها تنط والراجل جاي بوشه وجون ما ببقاش عارف بقى أنا هرجحها هطلعها مرة واحدة بتعمل مشكلة مهمة دكتور سابت وانت كسبان تدور دايما على الأخطاء عشان تطور طبعا لان انت بتلعب في النادي الأهلي النادي الأهلي عايزين كله مباراة نكسب ده الطبيعي وان انت بتلعب على الدوري فانت عندك أكيد فيه أخطاء في كل ماتش بيبقى فيه إيجابيات وفيه سلبيات يعني انت بتطور يعني أنا كان نفسي النهاردة نكسب 4-5 اما مش 3 بس مثلا يعني ده لاني كنت شايف ان الأداء نستاهل ان احنا نكسب 4-5 فانت عندك بعض النقاط اللامسة الأخيرة في بعض الأوقات دي النقاط السلبية ان اللامسة الأخيرة بعض اللعيبة محتاجة تطورها عن كده بس فيه نقاط إيجابية برضو فرقة ماشية بشكل كويس بتتصدر الدوري بعد ما كانت في المركز الرابع أقوى أقوم الأكثر فوز دي نتائج كويس فأنا بس عايز نجيب الهدف الأول والتالت لا ده أنا لسه أحل الهداف لو جاء الهداف جازم عنا يا دكوري يعزنا الهداف عشان الكبات هنحل الهدف هدف عزنا ديف حاجة بس لحمد فضلا يعني فرصة زي محمد بيقول ان المباراة